سالخير وكل تحية لكل أهلوية اللي بيدعوا معنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لحضراتكم قبل ما نقفل صفحة شامبينز ليج ونفتح صفحة كاس العالم من خلاص أيام وكوكب الكرة الأرضية كله بيستعد للإستقبال أهم بطولة على مستوى طبعا الدول والمنتخبات كانت قرعة الشامبينز ليج واليوروبا ليج اللي أصفرت الحقيقة عن مواجهات نارية عمالقة أوروبا والبداية خلينا نبدأ مع حضراتكم بمواجهات بطولة الشامبينز ليج والمناسبة وأنا بستعد مع حضراتكم اللقاءات خلينا أقول لكم يعني طبعا البطولات أو بطولة كاس العالم هتقلت على بطولة الشامبينز ليج وترجع تاني مباراة هتستقنف بداية من 14 فبراير مباراة الزهاب اللي هقولها لحضراتكم المباراة الزهاب فيها هتكون يوم 14 فبراير ومباراة العودة هتكون فيها يوم 7 مارس طبعا البداية المان سيتي الإنجليزي في مواجهة ليبزيج الماني مواجهة تقريبا تقريبا يعني هتكون في صالح المان سيتي بعد كده عندنا مواجهة من الصعب بين فيكا ليه تاريخ كبير جدا كلاب روج مش من الفرق المنصنفة لكن خلينا أقول أنه كلاب روج السنة دي كان هو الحصان الأسود فخلينا أقول أنه الكفة هنا 50-50 مواجهة كلاسيكية تكررت في السنوات الأخيرة ودايما كان اللقاء بيبقى في النهائي هتحصل بين ريال مدريد وبين ليفر بول ثم عندنا مواجهة الميلان في مواجهة توتنهام إيسي ميلان طبعا واحد كان من عمالقة أوروبا ويبحث مرة أخرى عن العودة لمنصات التتويج والمواجهة دي برضو أعتبرها في خانة أو تحت بند 50-50 الاحتمالات قائمة لكل فرقة من الاتنين عندنا نابولي في مهمة شبه سهلة أمام أينتراخت فرانكفورت وعندنا تشيلسي في مواجهة بروسيا دورتموند أعتقد أن القوة في الوقت الحالي في الزووف الفرقتين قوة يعني متكفعة إلى حد كبير فالمباراة برضو هتدخل في 50-50 عندنا بعكية الإنتر المتقلق أوروبيا والمتعثر إيطاليا نبراح الإنتر خسر في مفاجأة آه اليوفنتس دايما من الكبار لكن اليوفنتس مستوى السنة دي لا يقارن بالإنتر ورغم كده تفوق على الإنتر مبارح في واحدة من دربيات إيطاليا بنتيجة 2-0 فشيلسي في الإنتر في مواجهة بورتو أعتقد أن الإنتر كفته أرجح ونوصل لمباراة صدام مبكر يعني المتشاط اللي ممكن تقول عليها النهاية مبكر هي ليفر وريال مدريد وباير ميونيخ وبي أش جي بس تخط شوية بهارات كده على المتش الأخراني لأنه فيه لقاء ثاوي سائري نوعا ما طيب من الشامبيونز ليج تعالوا نروح بقى لليوروبا ليج اللي حقيقة فيها كلاشات وفيها أنداء لا تقل أهمية ولا تقل قوة عن متشاط الشامبيونز ليج خلييني أقول لحضراتكم بداياتا طبعا اللقاء الأصعب والأعنف في يوم من الأيام كان الفرقتين دول من أصحاب المجد الأوروبي كانوا الاتنين دول دايما على منصات التتويق في الشامبيونز ليج تاريخ كبير جدا المان يونيتد والبرشلونة بل أن فيه مباراة نهائية جمعت بين الفرقتين في بطولة الشامبيونز ليج في يوم من الأيام أعتقد ده كان في 2008 أو 2009 بطولة 2009 كان برشلونة في مواجهة منشستر يونيتد وقبل ما كمل الجدول لك أن تتخيل حقيقة يعني وأنا بشوف القرع وبشوف المواجهة دي تحديداً لبرشل في مواجهة المان يونيتد أنه تقريباً الفرقتين دول بيدموا منتخب عنده القدرة أن يفوز بكاس العالم يعني أنت أخيل كده فريق في حراسة المرمة فيه تيش تيجن قدامه رافا فاران وكريستنسن على الشمال عندك ماركوس ألونسو وعلى اليمين عندك بيساك في نص الملعب هلعب باربعة هحط اتنين في القلب لو أنت بتميل لكرة برازيلية هحط فريد جنب كازيميرو لو أنت بتروح للكرة الأوروبية هحط فرانكي ديونج وحط جنبه بادري وحط على الطرفين أنتني وعثمان ديمبلي وحط قدام كريستانو رونالدو وكاشادو سترايكر وراس حربة ريفاندوفسكي تكلم على فريق ممكن يلعب كاس العالم ومش بس يلعب كاس العالم لا كمان يفوز ببطولة كاس العالم وبالتالي كان مجد ضائع الحقيقة والاثنين بيحاولوا يرجعوا مرة تانية لمصات التتويج ولقاء كان مفترض يكون نهائي الحقيقة يليق بأن يكون نهائي بطولة الأوروبة لك عندنا كبير إيطاليا اليوفي وواحد من كبار أوروبا أيضا وياما فاز ببطولة الشامبينز ليج هيواجه نونت مصطفى محمد في مواجهة صعبة جدا على النادي الفرنسي عندنا سبورت انجليش بونا البرتغالي في مواجهة ميتلند الدنماركي عندنا شاختار دونتسك الأوكراني في مواجهة ران الفرنسي يونيوم برلين هيواجه آيكسام السدام بيرلي بيركوزن في مواجهة موناكو إشبيلية في مواجهة عندهوفن الهولندي وساليسبرج النمساوي في مواجهة روما الإيطالي فرق كبيرة جدا ومطشاط اليوروبا ليج هتتلاعب مباراة الزهاب يوم 16 فبراير بعد يومين من مباراة الزهاب في الشامبينز ليج لكن مباراة العودة هتتلاعب بعدها بأسبوع وتحديدا يوم 23 فبراير خلينا نستمتع الأول ببطولة الكسر عالم وبعدها نرجع نكمل طبعا مع الأدوار القوية من هنا بتبتدي البطولة تدخل في الجد ومن هنا بنتبتدي نشوف مطشاط من العيار التقيل